وعود إلى الخبر الأبرز في نشرتنا حيث استقبل رئيس عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع الإيطالي جويدو كوريسشو لدفع أطر التعاون التنائي على مختلف الأصعيدة خلال الفترة المقبلة لا سيما في المجالين العسكري والأمني خلال اجتماع آخر استقبل رئيس السيسي رئيس التنفيذي لشركة أباتشي دون كريسمان ونائبي رئيس الشركة حيث أكد رئيس السيسي حرص مصر على توفير المناخ الملائم لجفبي وزيادة الاستثمارات استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد جون كريسمان الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي ونائبي رئيس الشركة بحضور المهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن اللقاء شهد متابعة أنشطة شركة أباتشي في مصر وبرامجها الحالية فضلا عن خططها خلال الفترة القادمة لزيادة حجم أعمالها في مجالة البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز حيث سمن السيد الرئيس في هذا الصيق النجاحات المتميزة للشركة في مصر على مدار حوالي 30 عاما والتي جعلتها أكبر منتج للبترول في البلاد مؤكدا حرص مصر على توفير المناخ الملائم لجذب وزيادة الاستثمارات في جميع القطاعات لسيما البترول والغاز من جانبه سمن الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي تجربة التعاون الإيجابية مع مصر على مدار العقود الماضية مؤكدا أنها تمثل قصة نجاح ونموذجا يحتذى به في منطقة الشرق الأوسط ومشددا على التزام أباتشي بشراكتها الراصخة مع مصر في ضوء توفر العديد من الفرص الوعيدة لتحقيق اكتشافات جديدة الأمر الذي يشجع الشركة على تعزيز جهودها لزيادة معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة كما عرض السيد كريستمن الدور الذي تقوم به الشركة لخدمة المجتمع المصري في مجالات مختلفة في إطار التزامها بالمسؤولية الاجتماعية للشركات في هذا الصدد أضف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق أيضا إلى التبحث بشأن سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة في ضوء رئاسة السيد جون كريستمن لمجلس الأعمال المصري الأمريكي وعلاقات الشراكة الاستراتيجية المتشعبة بين البلدين كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد جوايدو كروسيتو وزير الدفاع الإيطالي وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي ولواء بحري جوزيبي دراجوني رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيطالية إلى جانب السفير ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة اللقاء شهد تأكيد الحرس المتبادل على مواصلة تعزيز الروابط التاريخية والوثيقة بين البلدين ودفع أطر تعاون سنائي على مختلف الأصعيدة خلال الفترة المقبلة لا سيما في المجالين العسكري والأمني حيث أشد وزير الدفاع الإيطالي بدور مصر الجوهري في الحفاظ على الاستقرار في منطقتين الشرق الأوسط والبحر المتوسط كما تطرق اللقاء إلى بحث ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتم تأكيد ضرورة تضافر المساعي للدفع قدما بأليات مواجهة التحديات العابرة للحدود وثمن الجانب الإيطالي الجهود المصرية الفاعلة في هذا الإطار كما تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون العسكري حيث تم الاتفاق على الاستمرار في تطوير تعاون القائم على هذا الصعيد وفيما يتعلق بمستجدات القضايا الإقليمية لاسيما، ليبيا والسودان توافقت وجهات النظر حول أهمية دفع الحلول السياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة في إطار الحفاظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها بما يلبي تطلعات الشعوب نحو استعادة الأمن والاستقرار والانطلاق نحو التنمية والازدهار ترجمة نانسي قنقر